النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين نشرة الأحوال الجوية عبر أثير راديو الثورة أهلا وسهلا بكم في نشرة جديدة ومفصلة تستمر الأجواء معتدلة إلى حارة نسبية وذلك بفعل انخفاض واضح وصريح في دراجات الحرارة على مناطق واسعة من شمال غرب البلاد والسواحل تأتي هذه الانخفاضات في دراجات الحرارة كنتيجة مباشرة لتعمق كتلة هوائية معتدلة علوية في أجواء البلقان وتركيا واليونان وأجزاء واسعة من شرق المتوسط سطحيا ينحسر بشكل جزئي المخفض الجوي سطحي الحراري والمندمج مع مخفض الهند الموسمي والمترافقي مع كتلة هوائية حارة بناء على هذا التحليل توزع الضغوط الجوية في طبقات الجوي كافة نتوقع بإذن الله يكون تقصي اليوم الاثنين صيفيا مستقرا مشمسا ومعتدلا إلى حار نسبيا تنخفض درجات الحرارة التي تسجل 33 درجة مئوية نهارا وتصل ليلة 22 درجة مئوية من المتوقع أن تهب الرياح الغربية اليوم الاثنين بين سنشاط وسرعات تلامس 30 كم في الساعة مع وصول سرعة بعض الهبات حتى 50 كم في الساعة بالنسبة ليوم الغد الثلاثات تنتشر السحب المتفرق على أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد وتتهيأ الفرص لبعض الزخاط المطرية العابرة على السباح الواجبة لها الساحلية تحافظ درجات الحرارة القيمة المخفضة عند 33 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 21 درجة مئوية بالنسبة ليوم الأربعاء تستمر الأجواء صيفية مستقرة ومعتدلة مع درجات حرارة تلامس 33 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 21 درجة مئوية لا جديد على حركة الرياح الغربية حيث تستمر ناشطة عند 30 كم في الساعة إذن من المتوقع أن تكون الأجواء خلال الساعة القليلة القادمة صيفية معتدلة مع أجواء لطيفة بفعل حركة الرياح الغربية الناشطة في حين تبقى الأجواء حارة على مناطق البادية والجزيرة مع درجات حرارة تلامس 40 درجة مئوية وتبقى حارة نسبية على دمشق مع 37 درجة مئوية بالنسبة للتوقعات متوسطة وبعيد المدى تستمر الأجواء معتدلة خلال قادم الأيام وحتى نهاية هذا الأسبوع وحتى مطلع الأسبوع القادم بإذن الله هذا كان كل من يتعلق تطورات حالة جوية قادمة الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون